شارع الفاتح مشروع تطوير شارع الفاتح مشروع رائد يساهم في تلبية المتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية لمملكة البحرين ساهم بعد إكماله في انسيابية الحركة المرورية في المملكة كونه شريان رئيس يربط بين شوارع هامة شرق العاصمة المنامة وهو جزء من مشروع أكبر وهو شارع المنامة الدائري صراحة مشروع الفاتح وايد فود وايد سهل علينا الطريج وسرعة التنقل من مكان لمكان وكان مشروع وايد زين حتى الازدحام وايد خاف عن قبل وايد نشكر وزارة الأشغال على الخطوة اللي قللت إنه المسافات هذه يعني حقيقة وما قصروا يعني شيء وايد زين خفف من الازدحامات وهذه طبعا وايد فرق الشارع بصراحة صارت الحركة حتى سهلة وحسينا بصراحة بالفرق كبير ومشكورين عن المجهود الصق مجهود كبير يعني حتى جدا رائع يعني الفرق واضح جدا كبير الشوارع أريح بصراحة الدخول والخروج أفضل وحتى حركة الشيارات صراحة جدا أفضل بصراحة يخدم المشروع المركبات العابرة عبر شارع الفاتح بطاقة استيعابية عالية تصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم ما يعني رفع الساعة الاستيعابية بنسبة 61% عن الوضع السابق بالإضافة إلى جعل الحركة المرورية للقادمين من جسر الملك فهد باتجاه المحرق أو منطقة خليج البحرين حركة حرة دون توقف طبعا أنا هاي الشارع يومية أستخدمه بشكل يومي فرق عندنا في الوقت الأول نأخذ يمكن ساعة إلى ربع يعني نص ساعة شي تقريبا الآن ما 3-4 دقائق إلا أنت مكون للي تابي ما تواكفك إلا الإشارة والله مشروع الفاتح مشروع ممتاز سهل علينا الطريج قبل كنا نوصل في ساعة الآن أقل ما شاء الله طبعا حب نشكر أكيد وزارة الأشغال يعني على اللي حصل في الفاتح صراحة من أحسن الحاجات الفعلا المقيمين في الجفير حاسوا بتطوير كبير قوي فيها وخلت حياتنا اليومية بالذات الحركة يعني في الجفير لا بقت أحسن بشكل كبير جدا ومواصلة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 تستمر وزارة الأشغال بتنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة التي تعنى بتطوير البنية التحتية بما يسهل الحركة المرورية في كافة محافظات المملكة ترجمة نانسي قنقر